اشتركوا في القناة الفاس برس اشتركوا في القناة الفيديو وبصفة خاصة الجارية اللبنانية هناك يبلك يعني بأن الجارية اللبنانية حضورها دائما قوي في مختلف مناطق العالم لقينا في أي دولة أبعد دولة وأبعد مقطة في القارطة العالم تلقينا عائلة لبنانية تلقينا عائلة لبنانية أولا المناسبة كانت تكريم دي النواء المتوكيل نواء المتوكيل كانت تكرمات من بين 25 عداء لبصموا بعطاءات كبيرة تاريخ دي الألعاب القوى والغريب أننا ملقيناش أساعدها ويضا في ذيك اللائحة ملقيناش والاختيار كان من اتحاد الدولة دي الألعاب القوى ولكن كانت نواء المتوكيل والمتوكيل تم احتضانها لأنها كانت عبارة عن تكريم في أمسية فنية وتقافية وكل عداء من العداء العالمي اللي كانوا حضروا في ذيك اللائحة تم احتضانهم من طرف إحدى العائلات المقيمة في كندا في إذبونطن بالدب فأنا كان الاختيار دي النواء المتوكيل وقع لها عائلة لبنانية عريقة وكنت تلقيت مع أفراد دياله كنت أنا وكان فؤاد حناوي جلب وزراره وبما أبن شريف وربعة إحنا اللي كنا حضرنا في ذيك التكريم وأن أول كانت دخلات لبسها قفطان مغربي في ذيك الأمسية هذوك العائلة اللبنينية كانوا كيقول لي أنتوا وجدتوا من المراكش كيقول لي أنتوا من المغرب كيقول لك إيه مراكش كيعرفوا بالنسبة لهم لأنها عائلات هاجرت 1800 هاجروا عائلات أجداد ديالهم وهما اللي كانوا بناءوا مساجد تماك وبناءوا واحد مرافق اللي عندهم علاقة بالجالية العربية بإضافة لها القوة ديالها والنفوذ ديالها الجالية اللبنانية تعرفنا لها عمارة خاصة بالمحاملات كلهم لبنانية تقريباً كتطلع لهذه العمارة وكنوا وجدونا الدعوة باش نهذه العمارة عمارة بحط طوابق متعددة وفيها تخصصات مختلفة أنك جيت على الأسرة جيت على العقار جيت على حوادث السير يعني فرع كلها ديالتقادي ديالمحاملات كلهم كانوا في ذاك العمارة إذا كنتدخل العمارة أي قادية عندك كنتلقاها في ذاك العمارة محامين متخصصين فقلت بنا تلقينا مغاربة وكنت تلقينا يهود مغاربة ما كانش يعني من ديالة تقرأ كان يهود مغاربة اللي قناهم رحبوا بنا بدرجة كنا مثلا في المول اللي كان دوره كعرفونا كان هدرو بالدرجة كي جوا عندنا وكل اللي كانتنا كضوات كل اللي عارض عنا أن نشتريوا ما عندوش حاجة بتخفض وقد قدامنا هذك الارتباط كنلاحظوه في مختلف مناطق العالم يهودي مغاربي كيبقى دائما عنده ارتباط والجوطور دائما ارتباط بهوية والجنسية المغربية سالة إدبونطون بما لها وما عليها جينا للمغرب أول تظاهر اللي كانت وكانت جاتني دعوة من طرف ديالتحاد الدولي لألع القيوة باش نحضر كأس العالم لألع القيوة وكيعرف مشتركة ديالقارات كان في مدريد إسبانيا إسبانيا وكانت مشيت أنا كذلك أنا هو محمد بن شريف اللي كانت على دور نفس الدعوة وكانت مشاركة مغربية في جهة العداءات ما كنت ذكرش عداءة الأخرى للشركات وكانت نزا بيدوان لأن كانت تفاست ببطولة إفريقيا اللي كانت البطولة اللي كانت في جنوب إفريقيا فكانت أهلتهم مباشرة باش تلعبها ديالبطولة وقالي حادث في ديالتدهورة تدهورة كانت جميلة ما كانش فيها خدمة بزاف لأن ما كانش حضورة مغربية لافت فوانا كان من من عشاق ديال ريال مادريد فالفندق اللي كان عندي كان حضاء كانت إقامة كان بالقرب من ملعب ديال بيرنار بيو ديال ريال مادريد ففضلت مشي نشوف وقعت لي بجوش الأحداث زيما أنا نمشيت وغايت شفت المتحف شفت الملعب شفت الوطائق وقررت نشري تيدكار بقى عادي الآن فجزء من الفلوس اللي كانت عندي حطيتها باش نخلص باش تخلص تيدكار نشري تيدكار وخرجت بقاش لقيت جواحد لونفوروب في الفلوس ديال وقيت ماشي هل تعفيت الفلوس؟ كانت عندي كانت عندي في المجموع آآ 800 دولار مشات لي جزء جزء من تمك في تمك واش طاح واش ورجعت تقلبه معايا ما عرش ما عرش وجزء سرقت في مادريد نيت فبقى كانت ذكر أنا غادي بعد دباف عادة الباج كانت بخليوه مصدر مصدر لأنه هو هويتك غالباً حتى الجواز ديالصفر ما كنهزوش لأنه واتي نوبلا جميع الوطائق واتيقار سمية فبقى كانت ذكر تبعوني شي ثلاثة موطور غالباً من أبريكا اللاتينيا قدموا لي لنفسه كرجال أم قل لي هذا هذا واش هزمعك شي حاجة هذا فالوقت اللي كانت تعطيتهم وطائق ديالي وعطيتهم واخديت جسطام ديالي حفظة ديالي فمعرفش كيفاش وديك أول مرة وقعتلي في حياتي لأن ذكر اللي بقى شمية ديالفلوس هو مشاق ثمانمائة دولار نسيتها في لا ماشي ثمانمائة كانت تقريباً مجموع لا من هاد اللي غا يمشي الياف هاد السرق هو المجموع هو ثمانمائة دولار فالوقت أنا كنت من مهامك دباك تقدمني من الهوية ديالي كي هادروا معايا والوقت اللي كنت ذك التقلاب ديال الوطائق من البعض تبعين منه ماشي رجال أم نعم من أما الوصوص كنت تاميوا لأمريكا اللاتينية غالباً فجيت الفضل كالقاراتي ما عندي تريها من حصل حد كان منشريف معايا فقلت هالو يعني عطاني باش باش ديبانات ديبانات ديباناني باش فعلاً كملت ذكال قدت ذكرة صيئة وهذه من الحالات طيلة يلي الجوالات ديالي في العالم أول مرة أخر مرة أول مرة أخر مرة كنتقع عليها فتمك شفت وبقى بقى ديت تذكار كان شفت تذكار كان فتاخر كان فتاخر كان فتاخر بين اللي مشيت وبذلك كنت تذكر ديك تذكر ديك تذكر السيئة وتاحية السيبن الشريف وشي كيبين حتى حصلت تضامن لأن ينصح فيلم تكونوا خارج غريب من الطرائف اللي كانت في هذيك الدورة كان طبيعا الحال كنت هنا في غرفة وحدة والسيبن الشريف كان في غرفة وحدة ففي الصباح كان نوضف عقب أستاذ الصباح كان بغير مشي الحمام طليت مشترجمة لقيت بنشتريف كيجي كيجري كنت بسم الله الرحمن الرحي والتمكت ناس إذن تحيين بنشتريف وتحيين الصحفي المغاربة كاملين وقد ندعوكم في الحلقة ونضرب الموعيد في الحلقة الجهية مع نوادير وطرائف محمد الروحي